لكن كما تعودت دائماً وأبداً ضربة البداية مع مقالي ومقاله أسمع كلامك أصدقك أنت قلت ذا لا أنا أنا بقول ماذا عن أمورك أنت قلت أشوف أمورك أستعجب أنت اللي قلت أنا بقول كده أسمع كلامك أصدقك ولكن ماذا عن أمورك وقيت أنك حطيط لي بقاني مقارك هشوف أمورك أستعجب أنت جود قل لي إيه كلامك وإيه استعجابك لا أنا بالنسبة لي أنا أرى حجم المتناقضات التي على الساحة الكروية وكله يبتدي يقول لك عايزين الروح الرياضية ولا التعصب وما بيعملوش تصرف غير التعصب يزيد الاحتقال وما لوش معنى أبداً إطلاقاً يعني إن كنت تبقى راجل مسؤول وتتغاضى عن موجهة أي خروج عن السلوك بل بالعكس تبرره ودفع عنه منين عايز تخدي على التعصب منين عايز تخدي على ما هو أبسط مظاهر القضاء على التعصب يعني أنت حضرتك لو عايز تيجي تقول لي إيه أنا عايز أحفز على علاقة الجيرة اللي بيني وبينك وابنك طوله نهار يشتمني وأنا طالع وأنا نازل طب ما هو أقول له إيه أولاً أقول له إيه والله الراجل بيحاول مع ابنه الله يكون فعونه بس أنا برضو مش حزعل منه يا ابني حبيبي تعالي أحاول أنا كمان لكن لما أنت تيجي قدام الناس والله فلان الفلاني ده أنا لا ده إحنا أهل بقول له إحنا أهل إيه ابنه بيطلع من وراء يشتمني ما يقول لهش بس يا ولد بالعكس لما يجي واحد يقول له بس يا ولد يقول له لا 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 لأ تأصلي ما تقول لهش يا ولد هتا متضايق عارف هو متضايق ليه ما هو برضو أصله مش عارف بيكشر في وشه أي حاجة التبرير المستمر للخطأ دي حاجة حاجات تانية مسؤولين في عن النشاط الرياضي عن الكورة عن 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 يعني عايزة أقول لك حاجة أستاذ إبراهيم النهاردة النادي الأهلي النادي الأهلي كلما تيجي مناسبة يتعرض يتعرض للتجاوز في حقه خلاص ماشي يكتب شاكه هذا ليس ضعفة يا أخوانا ليس ضعفة اقعوا تفتكروا إنك إنت لما واحد يشتمك وتشتمه يا دي القوة دي قلة الإيمان دي مش القوة لكن جيب حقك صح زي بالضبط ما أنت حجيب بإذن الله حقك صح بكرة حنعرف إزاي سيبها كده بإذن الله لكن مسألة إن احنا نتكلم بطريقة ونصرف بطريقة عكسها هي دي المحيراني وأنا مش عايز أخش في أمثلة لأننا نعرف أن أنت جايب الأمثلة دي في مكان تاني في هذا البرنامج دا كان كلام مهم جدا لأنه الحقيقة كل الناس اللي بتتكلم على الأخلاق وعلى حماية الأخلاق وعلى صون الملاعب وعلى نفذ التعصب وعلى منع الاحتقان وعلى كل الكلام الجميل اللي أنتوا تشوفوه دا كلام كويس قوي لما تشوف أمورهم تستعجب أكتر لأنه كل الناس اللي كانت بتلوم بكهرباء لمجرد أنه خرج من الخط في أثناء التكريم أثناء تسليم درع الدور السنة اللي فاتت وانتهت العملية عند هذا الحد النهاردة بيسكتوا على إهانة كبيرة جدا تحدث لرئيس الاتحاد وقبلها سباب علني وأركسترة متصلة ضد النادي الأهلي ورموزه وقاداته ورجاله ما تفهموش حماة الأخلاق رأيهم إيه الناس اللي بتتكلم على نبذ التعصب ومنع الاحتقان وكل الكلام اللي أنتوا بتسمعوه رأيهم إيه هل أصبح مثل هذه السلوكيات في الملاعب طبيعية معتادة تبرر أصرف لان لما عمل كذا وكأنها من مراسم الاحتفاث يعني هم حاج بيشوف أنها غريبة وغمضة النهاردة أنا يعني من الناس اللي بحب أتباحها إذا جدت لفرصة من الإعلامين الكويسين اللي أنا بحب أشوف وجهة نظره بيعرف إزاي يتكلم ويعرض وجهة نظره وهو هو العزيز إبراهيم فايق فهو أتكلم بذكاء شديد في حتة أنا موافق عليه إن جزء من مشاكلنا إن فيه ناس مش بتقوم بواجبة اللي هو إيه هو أتكلم على مراسم تسليم الدرع لنادي الزمالة وقال إن الفوضى اللي حصلت لأن الناس من الأول ما خططتش صح لهذا اليوم وما بلغتش كل واحد ساعة ما نيجي نسلم الكاس مين اللي حينزل ها؟ طيب الأسر والناس اللي اللي عايزة تحتفل مع اللعيبة وولادهم حيجبوا موجودين في المنطقة دي زي أوروبا بمجرد ما تخلص المراسم الرسمية نبتدي نخش في المراسم الاحتفالية ويبقى كل واحد عارف دوره بشكل شيك ومنظم فقال نتيجة عدم موجود هذا الدور إنه لم يؤدى بشكل جيد حصل الاحتكاكات أنا مختلف معاه في الحتة دي في الجزئية دي بقى إن مش معنى إن أنا ما عملتش التنظيم الأمثل إنه يبقى في احتكاك مش احتكاك لحظي زي ما أنت قلت كده كهرباء كان ماشي وماسك ابن وده غلط وماسك ابن مؤمن مؤمن في لحظة لتكريم مؤمن فالكابتن محمد فضل جذبه من دراعه عايز يبعده فالتاني احتد وده غلط طبعا غلط إنك تجيب لعيب من دراعه وغلط إنه يحتد لكن بمجرد بصة من الكابتن الخطيب في ثانية راح قاعد وسكت والمرسم تمت دون أن يحدث فوضى بخلاف خالص المشهد الأخير ولكن أنا ما شهد المرسم يعني خلاص أنت أستاذ إبراهيم ده بتتكلم فيه صح لكن أنا يعنيني لما جاء أتعرض للجزء بتاع العقوبة فامتدأ أقول لكن هل معقولة إن خلاف بين لاعب ورئيس التحاد حتى هو طلع قال ما شتمنيش ما قالش ما شتمنيش قال ما سمعتوش شتمني ما تبقاش تمن شهو لا ارجع لحيسية القرار اللي هي برضو انطوت على بعض الغموض مش الصراحة لأن التكرار إصارة الجماهير ودي التكرار نفسه وإذن فيه تراكم نطب يعني هو ما حاسبوش على الواقعة دي حاسبوا على إن فيه شكوة قبلية من كام يوم إن النادي الآلي قال لك ده تعرض لي وتعرض لرموزي وبشكل متكرر فقال لي بس أنت كده وكأنك بتبرق الاتحاد إنه خلاص تأذر العقوبة في شكوة الآلي قلت له كنت سألت فأنا الأستاذ إبراهيم فاي أسق إنه ما هي موش غير إبراهيم فاي وما هي موش غير إنه يكون فيه مصدقية حتى لو بدأ بقدى بعض الأمر شيء من التوازن لكن ربما يكون مقبول لكن كان كان يعني كان تصوري إنه لا يبرر سوء النظام الخروج عن النظام سوء السلوك سوء السلوك ما ينفعش يتبرروا وما ينفعش ما تردش أنت عملت إيه في شكوة الآلي إلا إذا كان القرار ينطوي على إن تجميع الأخطاء في الفطر الأخرانية اللي هي قبلها بيومين ثلاثة ما هيش من مدة يعني وبناءنا على الشكوى صدر القرار بهذا الشكل وأيا كان طبعا مش داش شكل الإداري السليم شكل إداري السليم إنه ما يتاخد عقوباته واحد بشأن كذا واحد بشأن كذا لأنك أنت لما تيجي تشوف بقى الدفاع عن هذا الموضوع والتبرير واحد داخل إسرق فيلا أو شقة الناس حاسد به كويس فخاف قتل أهل البي وبعدين سرق البيت وخرج فيصدر الحكم إما بالإعدام أو السجن المؤبد فيطلع المحامي أو أهله يقولك بقى السجن بدل حياة مقابل السرقة لاي حبيبي مقابل واحد اقتحام استخدام العنف جرح عور موت وبعدين السرقة ما هياش السرقة فما تجيش تقول لي أن العقوبة ليه علاقة بالخلاف اللحظي أو الاشتباك اللحظي اللي حصل بين اللاعب ورئيس اللجنة التي تدير كرة القدم وأنا هنا بمنتهى الأمانة أقول أن شيكابالا بقدر ما هو مخطئ لأنه ضحية ضحية كل من دافعوا وبرروا أخطاءه السابقة أنت أسطورة ماشي كرة ماشي محدش هيقعد بقى نقشك في موهبتك ما علاقة كل هذه الأمور أنه لازم يبقى فيه تجاوز حتقول لي عشان الجمهور ما هو الجمهور لم يتطوع من نفسه كده وقال لي كان شتم كل اللعيبة هو التركيز معاك ليه لأنك أنت حطيت الجمهور في دماغك فبدأت تستفز وأي واحد ودي نصحتي الجمهور يتجاوز في حقه وهذا خطأ جدا 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 ومرفوط أنه يحاول ياخد حقه بإيده أو بدراعه أو أنه يعتبر أنه هو يقدر يعني يرد على كل النازل بيبقى خطأ يلحق مدى الحياة والأمثلة كثيرا أمامنا كلما من تبادل مع الجماهير مثل هذه التجاوزات تلع خسرات طيب هي القضية فيها شقين الشق الأول يتعلق برئيس التحادل الكرة وما حدث معه في وجود رئيس نادي الزمالك هنا حتى وإن كان الأمر لا يخص الأهلي إلا أن أحنا بنتكلم على أنه سابق زيدية لما تحدث بهذا الحج وبهذا الشكل ولا تجد التصرف الكافي بعد كده ما حدش يتكلم باهتمام لما تلاقوا فيه خروقات أسوأ من كده إذا إذا نحن بنتكلم على رأس الاتحاد وفي وجود السيد رئيس نادي الزمالك فخلاص لكن خلي ده جزء يخص الاتحاد ويخص ما يقرره وإن كان ده خطأ وخطر خطأ وخطر خطر على منظومة الكرة وعلى مستقبل التصرفات والأخلاقيات وسلوكيات اللعيبة لأن أنا مش متخيل لما كانت الخناء على ادخال عناصر ناشئين عشان يحضروا المراسم الناشئين دول في فترة من الفترات لما لقوا السلوكيات للعيبة بتشير على الحزاء للجماهير بدأوا يتصوروا وهم سعداء بيها شوفوا خطور التصدير السلوكيات للولادات الصغيرين بنعمل ايه إنما دي بعد الكرة هو النادي الاهلي لما يتعرض للسب بشكل مباشر متكرر في قيادة اركسترا بعد مباراة لعيبة تقف مع اعضاء نادي مع جماهير وهتاف مسموع للكافة وكل اعتقد حتى الكابتن احمد حسان ميدو نفسه اعترض وادان ده وكتير من الزملاء الصحفين حتى الزماركوية كتبوا بيدانة ورفضوا شجب وبعض الجماهير فلما ده يحدث في حق النادي الاهلي يساءل كابتن صالح سليم علي يا رحمة الله يساءل لما مجلس هدارة النادي الاهلي يساءل لعيبة الاهلي ولا مهور النادي الاهلي ازاي داي تسكت عليه بجدة بقى ازاي داي تسكت عليه وازاي يتقال أصله تكرار إساءة الجماهير يعني دفعنا عنه هنبقى غلطانين لكن لما يحدث ده ضد النادي الاهلي على مرأة ومسمع من الجميع ومحدش يعير له اي اهتمام وكأنه الامر اصبح مباح ومستباح وكأنه مقبول ان النادي الاهلي يسائل ايه بهذا الشكل في مباراة رسمية تتدولها كل المواقع وتملأ كل اليوتيوب ويتفرج عليها العالم كله ومحدش بيمنع ايه الخلل ده نط نطة كده يمكن تيبان انها مش معادة اما ندمج ندمج الامور مع بعضها يعني انا من ضمن الحاجات اسمع كلامك اصدقك يعني فيه برنامج استاذ احمد موسى بيصديف الكابتن احمد مجاهد او الاستاذ احمد مجاهد ومدخلة حصلت من الصديق اللي انا يعني سبقا اشدت به ولكنه هو بعد ما كان بادي بداية هو دولاتي بيعمل اداء مختلف شوية انا يعني بختلف معاه فيه بختلف بحكم العلاقة ومش بحكم ان انا بتجرق على يعني رئيس نادي الزمالك والحاجة لان هو له مكانة عندي فانا لما بسمع منه حاجة مش متوقحة منه بحسس ان عندي مسئولية ان انا اكون صريح معاه لما هو عمل مدخل وهو اخذ على عاطقه بناء على طبعا حاجات كتير حواليه انه ينبري للدفاع عن الكابتن شيكابالا مع انه كان حاضر وفوص الاحداث طيب هو قال لان اتحاد الكورة اللي خد هذا القرار احنا عايزين المعيار يبقى واحد فقد سبق له ان خفف العقوبة عن الشناوي هو اصلا ايه المقارنة دي الشناوي اصلا القرار متاخد غلط ومتاخد فردي وليس بناء على تقرير ولا كان ينبغي ان يوقف لحظة فلما اتوقف اربع مطشاط رجعوا الى بعد احتجاج معين او حتى قبل هذا الاحتجاج استندتوا على ايه فين التقرير اللي بيدون مفيش فين التحيير اللي تم مفيش طب ليه التعجل في اتخاذ القرار اهو كده استندت العقوب دي على ايه اهو كده فكان ينبغي لغاها مش لانه جامل ده كان ينبغي ده هو حصل تحامل تم تصحيحه وعلى فكرة لما ترجع برضو حتاجي الكابتن ميدو بعد ما ما هو يعني تناول هذا الامر قال هذي الجزئية وقال عكسها من وجهة نظر تانية هو ده اللي انا بقوله لما تيجي تبرر خطأ جسيم بحاجة مش في السياق لا تتطفق انك انت ده مش ده المثل اللي تضرب لان ده كان من الاساس لا ينبغي ان يكون هناك عقوبة ولكن ده اللي انا عايزه ان احنا فالاستاذ احمد موسى بيواجه سؤال جاوب عليه الكابتن حسين لبيب اللي جابه المتوقع اللي انا متوقع منه ده حسين لبيب اللي اعرف انت تقبل او الكابتن حسين لبيب اللي انا عرفه رئيس نادي الزمالك يجب ان يوقر بالشكل بصرف النظر عن اي علاقة شخصية سأله طب احنا الليلة دي يعني مش ناوي تقرب من النادي الاهلي يعني عندك مشكلة انك تزور النادي الاهلي وتتصافح مع الكابتن القطيب ونخلص الليلة قاله طبعا وضروري وعايز كده وبتاع ما هو جزء من عايز كده مش ما هو لازم لازم انا كمان وانا بتلقى هذه المبادرة عايز فعلا اصدق انك انت متدايق من اللي بيحصل وبتستنكر اللي بيحصل وعايز انا وانت نحط ايدنا في ايد بعض يعني والكابتن الخطيب لما خد لا ما انا بقولك انت لا الكابتن الخطيب لما خد ايد الكابتن حسن شعط وراح للجماهير لح الجماهير الاهلي وراح لجماهير الزمالك لكن لما انت بتدافع عن واحد شتمني وشتم جمهوري وشتم رموزي طب حقابلك ازاي بمنتهى القناعة والشفافية عشان ننهي هذا الخلاف او ننهي هذا التوتر انت انت نفسك موقفتش جنبي او ما حاولتش تجيب لي حقي ولو بقبول العقوبة لا انت بدا ما زلت بتقوله انه معملش حاجة اشتركوا في القناة